لا ينفك صناع القرار في الغرب وتحديداً في الولايات المتحدة عن طرح سيناريوهات لشكل الوضع في غزة بالتزامن مع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال منذ شهرين في القطاع المحاصر مسؤولون أمريكيون رفيع المستوى كشفوا عما قالوا إنها ملامح خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لما بعد الحرب ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالات أخرى يقودهم منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط أمضوا أسابيع في صياغة هذه الخطة التي تشمل زيادة مساعدات واشنطن الأمنية للسلطة الفلسطينية وتمنح دوراً أكبر للمنسق الأمني الأمريكي في المنطقة وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن هناك حاجة لقوة دولية لتحقيق الاستقرار مباشرة بعد توقف القتال على أن يعقب ذلك تولي ما سموها سلطة فلسطينية متجددة الحكم على المدى الطويل كما نقلت بوليتيكو عن مسؤول أمريكي رفيع أن ما بقي مجهولاً هو الحجم الذي سيتبقى من حركة حماس في غزة بعد الحرب مشيراً إلى أنه رغم الجهود المبذولة فلم تتمكن الإدارة الأمريكية من دفع القادة الإسرائيليين نحو مناقشة هادفة لشكل غزة ما بعد الحرب مؤكداً أنه لا تداول لأي حديث عن تقييد المساعدات العسكرية الأمريكية كوسيلة ضغط على إسرائيل وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه بالرغم من إعلان وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير القطاع فإنهم لم يكشفوا عن تفاصيل كيفية إنجاز ذلك كما أن تل أبيب أبدت معارضتها واستبعلت الأمر عملية إبادة ممنهجة تجري على قدم وساق منذ شهرين برعاية المجتمع الدولي الذي تتزعمه أمريكا وهي تسعى اليوم إلى إعادة رسم الوضع في غزة بما يناسب مصالحها ومصالح إسرائيل كما فعلتها في فلسطين منذ نحو قرن من الزمان حسبنا الله ونعم الوكية